أخذت بالي أن ينسي هنا في فيونكا وهنا في فيونكا هل عندك مشكلة مع فيونكا؟ لا هي أصلا موضة ودول أصلا من آخر فستنين عملتهم فهم موضة قوي وفي كتا حاجة تانية موضة في الفيونكات موضة فكرة أن من فوق الكورساج يبقى مقفول بهتا كروس كده ومربوط كأنه سكارف موضة جدا موضة طبعا الساتن زي ما قلنا في الفابريكس الساتن بالضبط موضة أنه في درابيهات كتير زي مثلا درابيهات دي ليه كشكشة يعني؟ بالضبط زي الفاسنين اليونانيين زي ما كانوا بيعوا كشكشة ومسلا ممكن سيكون في حتة في جنبه أو في حق يعني بالضبط كده موضة كمان موضة كمان لو كأن مثلا بلايزر درس بس ممكن يكون لونج درس للأرض يعني زي اللي أنا لابسة ده بس بكمة للأرض ايه؟ بس هزريش بجد وفي بطنز وكل حاجة فيه كل زراير لحد تحت لحد الأرض وده عتبره فستان ولا عتبره جاكت ولا عتبره ايه؟ لأ هو فستان وكمان لو تعمل مثلا قطيفة أو كده هيبقى شيء جدا برافو أفكارك حلوة قوي كملي لأ هو هي أفكاري في نفس الوقت أنا يعني اتعلمت إنه لازم أدرس قبل ما ما عمل أي حاجة شكرا يعني قبل كويقه لك او حاجة لازم أدرس شوف الموضة بس أخذوا الموضة اللي تنفعني واللي تنفع الزبنة اللي جايالي او كلانت اللي جايالي عشان ملاحة جايقة عليها وبرضو متتخضش منها وحيدا وردوا على الموضة ترجمة نانسي قنقر